افادت وزارة الدفاع الروسية بان قواتها ضمرت صاروخين امريكيين من نوع مارس في منطقة خاركيف الاوكرانية اضافة الى تدمير نظام اطلاق لصواريخ هاربون المضادة للسفن في منطقة اوديسا واكد المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية ايغور كوناشينكوف ان القوات المسلحة الروسية تمكنت من قتل حوالي 53 من الاوكرانيين والمرتزق الاجانب وذلك في اطار تواصل عمليات العسكرية الخاصة في اوكرانيا رحب الامين العام للامم المتحدة انطونيو جوتيريش بمغادرة اول سفينة تحمل شحنة للحبوب من الموانئ الاوكرانية وذلك في اطار خطة تضم الجانبين الروسي والاوكراني وذلك برعاية اممية واعرب جوتيريش عن امله في ان تكون هذه السفينة الاولى من بين العديد من السفن التجارية بمجب الاتفاقية الموقعة وان تحقق الاستقرار والمساعدة الضرورين للامن الغذائي العالميين وخصوصا في ظل الظروف الانسانية الحساسة الحالية وفي تلك الاثناء قال مكتب تنسيق الشيون الانسانية بالامم المتحدة ان مركز التنسيق المشترك اذنى للسفينة ام في رازوني بالابحار من ميناء اوديسا الاوكراني بناء على اتفاق تصدير الحبوب الاوكرانية اكد المركز انه وفق على الاحداثيات وعلى القيود المحددة للممر البحري الانساني الامن ووفقا للاجراءات الملاحة الدولية مشيرا الى ان السفينة تحمل اكثر من 26 الف طن متر من الضرورة اكد وزير الخارجية الاوكراني ديمتري كوليبة فاكد ان استئناف تصدير الحبوب الاوكرانية للمرة الاولى منذ فبراير الماضي يشكل انفراجا للعالم من جانبه قال وزير البنية التحتية الاوكراني انه اذا تم الانتهاء من صفقة الحبوب بالكامل فستبدأ بلاده المشاورات لفتح ميناء ميكولايف الى ذلك اكد الريال كريم لين الروسي ان انباء خروج اول سفينة محملة بالحبوب من ميناء اوديسا الاوكراني ايجابية للغاية كانت اول سفينة تحمل حبوبا اوكرانية قد غادرت ميناء اوديسا وذلك في اول صفقة ضمن اتفاق يسمح بتصدير الحبوب من موانئ اوكراني على البحر الاسود وتوقفت شحنة اوكرانيا عبر البحر منذ فبراير الماضي ما ادى الى ارتفاع الاسعار العالمية للحبوب وزيوت الطعام والوقود والاسمدة انفراجة جديدة لازمة الغذاء العالمية تبدو في الافق ووسط انتكاسات متوالية شهدتها الاسواق العالمية جراء تداعيات الازمة الاوكرانية فقد غادرت اوكرانيا اول سفينة محملة بالحبوب منذ بدء العملية العسكرية الروسية متوجهة الى لبنان من ميناء اوديسا وذلك بموجب اتفاق لتوفير ممر امن ومضمون يسمح بمرور شحنات الحبوب من وإلى ثلاثة موانئ اوكرانية ومن المقرر تبقى للاتفاق الموقع في الثاني والعشرين من يوليو نشر سفن اخرى في نطاق الممر المحدد والطريق المتفق عليها الى ذلك قال مسؤولون بالرئاسة الاوكرانية ان هناك سبع عشرة سفينة رست في موانئ اوكرانيا المطلة على البحر الاسود وعلى متنها ما يقرب من ستمائة الف طن من البضائع من بينها ست عشرة سفينة تحمل حبوبا اوكرانية بحمولة اجمالية تبلغ حوالي خمسمائة وثمانين الف طن وتوقفت شحنة اوكرانيا عبر البحر منذ فبراير الماضي مما ادى الى ارتفاع الاسعار العالمية للحبوب وزيوت الطعام والوقود والاسمدة ونفت مسكو مسؤوليتها عن ازمة القذاء والقت باللوم على العقوبات الغربية في تباطئ الصادرات وعلى اوكرانيا لتلغيم مياه الموانئ ومع اغلاق الموانئ الاوكرانية بسبب الازمة اضطرت اوكرانيا وهي من اكبر منتجي ومصدر الحبوب في العالم الى ارسال الشحنات عبر حدودها الغربية معتمدة على السعى المحدودة للقطارات والموانئ الصغيرة على نهر الدانوب هي اذا خطوة على طريق طويل يتنفس من خلالها العالم الصعداء املا في ان تخافف من ازمة الغذاء العالمية في انتظار ان تضع الحرب اوزارها اعلنت المخابرات البريطانية ان روسيا تتجه الى تعديل خططها في دنباس بعدما وصفته بالفشل في احداث اختراق حاسم واشرت المخابرات البريطانية الى ان روسيا قد تعيد نشر عدد كبير من قوتها من قطاع دنباس الشمالي الى جنوب اوكرانيا قال مدير دائرة التحديات والتهديدات الجديدة بوزارة الخارجية الروسية فلاديمير تاتارين ان عددا من دول الاعضاء في حلف الشمال الاطلنطي النيتو يؤيد بشكل غير رسمي تجنيد كييف للاجانب للقتال الى جانبها في دنباس واضاف المسؤول الروسي ان عملية التجنيد تشارك فيها البعثات الدبلوماسية الاوكرانية في الخارج الامر الذي وصفه بالمتناقض مع عدد من الاتفاقات الدولية بما فيها اتفاقية فيين حول العلاقات التبلوماسية لعام 1961 اعلن مصدر في هيئة الامن الروسية عن وصول اكثر من ثلاثة ملايين لاجئ الى روسيا من اراضي اوكرانيا ودنباس نصفهم من مواطني دونسك ولوهانسك وفق قرار الحكومة الروسية يحصل القادمون على مساعدة مالية بمقدار 10 الاف روبيل ويبلغ اجمالي هذه المساعدات 5.3 مليار روبيل تبدأ اليوم طائرات المقاتلة الالمانية والمجارية والايطالية دوريات جوية فوق منطقة بحر البلتيق في اطار مهمة الشرطة الجوية لحلف شمال الاطلنطي الناتو وقالت المتحدثة باسم الناتو وقالت انه في الوقت الذي تغير فيه الامن الاوروبي بشكل اساسي بسبب العملية العسكرية الروسية في اوكرانيا فان طائرات الناتو المقاتلة لا تزال على اهبة الاستعداد على مدار الساعة لحماية المجال الجوي لدول الحلفاء وتحل الوحدات الجديدة محل الوحدة البلجيكية والفرنسية والاسبانية التي تقوم بدوريات في المنطقة منذ ابريل الماضي موسيقى 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 موسيقى